موسيقى روابي روابي يا حبيبتي يا بلادي روابي روابي يا حنيني لبلادي أهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من مجلة روابي روابي حلم يجسد واقعا ليكون على الأرض مدينة جديدة تحمل هوية فريدة وتجسد حوارا منسجما مع المكان المحيط وتعكس الأجواء والثقافة الفلسطينية وسحر المكان وإبداع التصميم ودقة التنفيذ شققها لها لمسة معاصرة متميزة وجميعها تقع ضمن منظومة متكاملة من أرقى خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وكل يوم تتسارع فيه وثيرة البناء تزداد مبانيها شموخا ويزداد التطور في جميع مرافقها تزداد معها الأمان بغدا أكثر إشراقا واستبشارا بالمستقبل الواعد عدد اليوم من المجلة يواصل سرد فصول الحكاية ذلك أن روابي قصة النجاح التي تراود أحلام الطامحين إليكم أبرز العنوين قسم خاص وفريق مختص لمساعدة الراغبين في التملك باختيار تشتباط منزل العمر في صالة العرب في عدد اليوم لقاء مع أصحاب الشقق أثناء اختيارهم للشكل النهائي لبيت العمر فرندة الخدمات خصوصية ومنظر جمالي وتوفير في المساحة تمتاز شقق روابي بوجود فرندة الخدمات والتي أضافت إليها ميزات عدة كالخصوصية وتوفير المساحة إلى جانب منظرها الجميل الملفت التقرير التالي يطلعنا على التفاصيل يعتبر تصميم وتنفيذ فرندة الخدمات أحد تطورات الحديثة التي أدخلتها روابي على قطاع بناء الوحدات الساكانية في فلسطين حيث تبنت المعايير الهندسية العالمية في هذا المجال لتكون واحدة من أهم التفاصيل الدقيقة والخاصة التي تسعى لها المدينة لتحقيق رؤيتها بإيجاد النماذج المتميزة من المساكن العصرية التي تكفل لساكنيها العيش بخصوصية ورفاهية تتلخص فكرة التصميم باحتواء كل شقة على فرندة خدمات خاصة بها يستخدمها ساكنها كمساحة تحتوي على الغسالة النشافة، بويلر الغاز، وبويلر تسخين الماء ووحدة التكييف الخارجية إن وجدت إضافة إلى مجمعات الماء الرئيسية والغاز والتدفئة دون الحاجة إلى استخدام أي من مساحات المنزل الداخلية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كل من الوحدة السكانية والبناية والحي ككل البرندة هاي بتوفر أول شيء إنه بتنظم البيت أكتر إنه كل الأدوات اللي إحنا بنحتاجها من بويلر، من تكييف كله بيكون في مكان واحد انتبهت إنه كمان المياه بتقدر تتحكم فيها من البيت من هذه البرندة الفكرة الثانية اللي كان حلو فيها إنه هاي البرندة بالرغم إنه بتحوى كل هاي الأشياء اللي تعتبر يعني بتساهم بالفوضى، لكن هي منظمة بهاي البرندة إنه البرندة نفسها معزولة عن المحيط الخارجي تبعها وتشز يعني فكرة كانت كتير حلوة فعلى صعيد الوحدة السكانية ستوفر لكل منزل من الداخل المحافظة على مساحات أوسع والاستخدام الآمن لجميع مصادر المياه والغاز أما على صعيد البناية فستضمن المحافظة على المنظر الجمالي للبناية وحسن الاستخدام لمرافقها المشتركة من خلال تجنب وضع أي جهاز ميكانيكي أو كهربائي على الجدران الخارجية للبناية وأخيراً على صعيد الحي والمدينة فستمنع التلوث البصري وستساهم في الحفاظ على المنظر العام العصري للمدينة الأمور مرتبة أكتر الواحد يكون مرتاح ومستمتع هو ماشي بالشوارع أنه أزهار مناطق خضرة أنه ما في عندك أي صورة تانية شاذة خلينا نحكي فهذا كله بساهم أن تكون الحياة في روابع أجمل وأروع وقد تم تصميم كل فرندا بحيث تتناسب مع المعايير الهندسية وأنماط الوحدات السكنية ولتحقيق الهدف المعماري منها اعتمد المهندسون في المدينة في واجهة الفرندا استخدام الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية جي آر سي والذي بدوره يساعد على توفير هواء نقي دون التأثير على الخصوصية اختيار التشتيبات بكافة تفاصيلها في مكان واحد وبمساعدة مختصين أصبح ممكنا أين وكيف؟ تابعوا التقرير كلنا نعلم كم يحتاج تجهيز بيت بأكمله من الألف إلى الياء جهدا ووقتا في العمل والتخيل ونحاول جاهدين سحب أصدقائنا وأفراد من عائلاتنا للمشاركة في اتخاذ هذه القرارات التي تعتبر مصيرية سيضطر متخذها إلى العيش معها طول العمر من هنا جاءت فكرة مدينة روابي بتوفير مكان واحد بميزات متنوعة ومرافق وأدوات ومهندسين مختصين لتجعل هذه العملية أسهل وأمتع فبعد أن تختار شقتك تمنحك روابي فرصة اختيار التشتيب والتجهيزات الملائمة لتكون شقتك مميزة كما ترغب في المدينة التي أحببت أن تكون من ساكنيها يصحبك مهندسون تشتيب في جولة للإطلاع على العينات المتنوعة والمختلفة لكافة التشتيبات كذلك تجدون مجموعة رائعة من الكاتالوجات التي ستجعل من عملية الاختيار متعة وتزيدها يسرا فهنا يمكنك أن تختار بلط الأرضيات بالألوان والملمس المختلف كما يمكنك تنسيق ألوان الخشب للأبواب الداخلية والمطبخ بما يتناسب مع ذوقك ونماط بيتك كما يشاركك مهندسون تشتيبات اختيار تصميم المطبخ بعدد الخزائن العلوية والسفلية وعدد من الخزائن ذات الاستعمالات الخاصة كما تقدم خيارات متعددة من السيراميك الإسباني ضي المواصفات العالية والمظهر الجمالي والجرانيت بألوانه ودرجاته المتعددة والحنفيات ذات المواصفات المميزة ويوفر هذا القسم 45 تصميما للحمامات بألوان وديكورات متعددة كما يطلع الفريق العائلات الرغبة في التملك على عينات من الأدوات الصحية المتنوعة ومميزات كل منها والتي تتلائم مع كافة احتياجات العائلة كما هناك العديد من الخيارات للحنفيات الإسبانية والإيطالية ذات الجوذة العالية والميزات المختلفة كل هذا يجعل من تشطيب البيت عملية ممتعة صحيحة دقيقة وسهلة يسيرة في مكان واحد توفر الوقت والجهد وتزيدك ثقة باختياراته ولترى كيف سيغدو حلمك حقيقة توفر مدينة را بشقق العرض التي لها دور كبير في اتخاذ القرارات واستمداد أفكار لبيت المستقبل ولتكون نماذجا تبرهن على إبداع تصميم ودقة التنفيذ واكتمال تشطيب لشقق الراغبين في التملك في المدينة أول إشي أهلا وسهلا فيكم بمدينة روابي وبالذات بصالة العرض بدي أسألكم أكام من السؤال هلأ أنتوا حاليا قاعدين عم بتنقوا تشطيبات منزلكم صحيح؟ بدي تعرفني قديش صالة العرض والأدوات الموجودة للتشطيب بتلبي احتياجاتكم الحقيقة موضوع تشطيباته موضوع مهم طبعاً أنا كوني مهندس يعني أنا بشط اليومياً في هذا الموضوع التشطيباتي شغلي كتير مهمة وفيها كتير أزواء وفيها كتير إمكانيات أنا شايف عرضين بشكل كتير حلو الموضوع أستاذ الواحد بقدر يمر كل المراحل وكل يعني مثل بواب مطبخ بلاط كل هاي الأمور الفكرة هادي إنه يعني إحنا عادين هنا بنعمل التشطيبات بشكل تدريجي كتير حلو طبعاً إسراء بتساعدنا كمان في هذا الموضوع بما بيكون مهندسة معمارية طبعاً هي بطنطي كمان أفكار منها وهذا بشغل كتير في نيحة يعني ممتاز مادام شو شعورك وانتي عم تختاري تشطيبات البيت هلأ؟ بطوقع إنه فيه آه فيه تشكيل كبير يعني من الألوان والحق يعني حاطيني كتير الألوان الموضر إنه هيك أشياء وبطوقع إنه حلو يعني اللي بقدر لأي واحد ينقي أي إشي بده إياه إنه هم كمان بيعطوك إختيارات إنك ممكن تغيري ممكن تضيفي ممكن تناقصي يعني هذا إشي بساعدك إنك تحطي زوءك بالبيت بالآخر قديش بتمنحك سلط العرض بوجود مواد مختلفة من التشطيبات بتسهلك إنك إنت ما تنتقل من مكان لمكان لأنه هون كل شي متوفر عندك فأديش هاي يعني بتعطيك سهولة بإنك إنت تختار تشطيبات منزلك؟ طالع واضح إنه إن الإنسان بده يروح يختار من عنده محلان هذا إشي متعب جداً متعب جداً جداً من خبرتي كمان بهذا الموضوع هون بسحل كتير يعني كل التفاصيل موجودة في محل واحد وبتقدر تشوفي الألوان وبتقدر تشوفي تناسق الألوان وبتقدر تشوفي يعني مقابل البلاط الأصلي مقابل الخشب مقابل كله هلأ إذا أنت بدك تعملي هذا الشغل بره مش بصالي واحدة موجود هذا متعب جداً وممكن كتير كلفك وقت هون كيف قالت يعني مدامتي إنه في بنشوف في تشكيلة منيحة من يعني من المودرن من الإشي الكلاسيك أكتر يعني هادي أزواء يعني راح تشوفي إنه مرات حتى الناس بتحب تعمل كومبينيشن بين الكلاسيكي وبين المودرن بس كتير بهون وأنا بقول إنه يعني هذا إشي كتير 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 ممتاز في هذا المشروع إنه إنت بتيجي بتنقل الألوان اللي بدك إياها بتختاري اختيارات طبعاً في حيري طبعاً يعني الأول ما بلجنا أسراء قالتلي ربع ساعة أنا بعرف بيش ربع ساعة أنا بعرف هاي ساعات بتمت برات عبداً ما نختار هيك ونختار هيك ونختار هيك بس هي فكرة بتساعد كتير وفيها توفير وقت كبير إيش بتحبوا تعطوا كلمة لمدينة روابي مدينة روابي فكرة كتير كتير جميلة يعني أنا أول مرة وصلت لهون ما كانش في عندي تفكير مرتين إنه أشتري هون ولا لا يعني بس الأكتر من مدينة روابي والموقع تمام مدينة روابي هو النظام والترتيب هون عم بتشوفي كل شي عم بتشوفي المخطط عم بتشوفي 3D للبلد عم بتشوفي تطور البلد الفكرة تبعية البلد يعني فكرة البلد تبعية روابي هي فكرة عظيمة يعني عم بتحل كتير مشاكل للضغط الموجود في المدن الفلسطينية متل رمالة متل بيت لحم متل نابلس متل كل هاي المحلات وأنا بقول لازم بتتكرر يعني فكرة روابي كأيربن وكتخطيط لكل فلسطين المستقبلي لازم بتتكرر هي فكرة جميلة جدا إن شاء الله أنا بشكركم كتير على هاي المعلومات اللي عطتونا إياها وألف مبروك لشأتكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة بهذا نكون قد طوينا آخر صفحة في عدد اليوم بأمل اللقاء بكم في العدد القادم ولكن قبل الوداع نقول روا بقصة تروى ولا تنتهي إلى اللقاء روابي روابي يا حبيبتي يا بلادي روابي روابي يا حنيني لبلادي